موسيقى موسيقى أهلا بكم عزيزينا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضى حر نناقش فيها الخارطة الأومية المقدمة من قبل الأوم المتحدة لحل الأزمة في اليمن وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع موسيقى اليوم الجمعة هو الخامس عشر من يوليو الفين وستة عشر وهو التاريخ الذي حدده والد الشيخ لاستئناف المشاورات التي توقفت في الكويت قبل أسابيع لكن المشاورات لم تستأنف والموقف اليوم عكس ما كان عليه في بداية المشاورات فالطرف الذي كان مترددا في الذهاب إلى الكويت وصل باكرا إليها بينما وضع وفد الشرعية شروطا للعودة من بينها ضمانات لتنفيذ النقاط المتفق عليها وتحديد سقف زمني لتنفيذها زيارة الرئيس هادي ونائبه إلى مأرب أربكة ترتيبات الأمم المتحدة والدول الكبرى بشأن اليمن ما دعا هادي إلى الكشف من مأرب عن ضغوط أممية قال إنها تشرع للانقلابين في صنعها وإنه لن يسمح بها ولن يذهب للكويت في حال أصر المجتمع الدولي في فرض خارطته الجديدة هذا التغير في المواقف يكشف عن تحول الأمم المتحدة من المطالبة بتنفيذ قراراتها التي تدين الانقلاب وتنص على إنهائه فورا إلى ما يمكن فهمه مكافأة للطرف الانقلابي بجعله شريكا في حكومة وحدة وطنية قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن إذن عن خارطة الطريق الجديدة التي يحملها ولد الشيخ وعن موقف الحكومة والانقلابيين من هذه الخارطة سيكون محور نقاشنا لهذه الليلة من برنامج فضى حر مع ضيفينا من المملكة المتحدة الدبلوماسية السابق عبدالله سلام الحكيمي ومن تونس الكاتب والباحث مع اندماج البداية مع السؤال المشترك لضيفي الكرام وأبدأ مع سيد عبدالله الحكيمي من المملكة المتحدة سيد عبدالله هل تعتقد أن الخارطة الأممية بصيغتها الحالية يمكن أن تفضي إلى سلام في اليمن أولاً تحياتي لك أستاذ بشير وتحياتي لزبيلي في الحوار الأستاذ معا أهلاً ورحباً وتحياتي لقناة بلقيس في الحقيقة ما أعلن أن خارطة الطريق على لسان السيد إسماعيل ولد الشيخ لا يمكن أن نقول بأنها خارطة فعلاً هي هذه الخارطة المفصلة ولكن عبارة عن عنوين هو قال بأنه قدم مقترحاً عملياً لحل الأزمة في اليمن وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي ثم طرح قضيتين يعني هي عبارة عن عنوين القضية الأولى هي الترتيبات الأمنية والعسكرية التي متعلقة بتنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي في عشرين ستاعة والثانية هي قامت حكومة وحدة وطنية لكن حتى هذه الحكومة الوحدة الوطنية التي أشار إليها بموقع ما أعلن فقط كأنها مرحلة انتقالية لمرحلة انتقالية لاحقة لها لأنه لها مهمات رعاية حوار سياسي سندخل في النقاش بشكل أكثر أستاذ عبدالله لكن إذن أفهم من كلامك بأن الخارطة لم تتضح حتى اللحظة وربما هناك عدم وضوح في البنود التي جاء بها ولد الشيخ سأسمع أيضاً نفس السؤال من الأستاذ معان دم ما يستاذ معان إذن هل تعتقد أنت كذلك بأن الخارطة الأممية بسيغتها الحالية يمكن أن تفضي إلى سلام في اليمن والله المشكل بعد تحياتي لك وللأستاذ عبدالله المشكل أن الأسس والمرجعيات التي وضعتها الأمم المتحدة وكمرجعيات للحوار لا تسمح بأي تسوية لأنها في الواقع تقتضي استسلاماً كاملاً للطرف الحوثي الصالحي والحال أنه ليس هناك ميزان قوى يسمح بهذا الاستسلام هذا يجعلنا نفهم في الواقع لماذا تتركز ضغوطات المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والأمم المتحدة على الجانب الحكومي لأنه على أساس المرجعيات الحالية ليس لدى علي عبدالله صالح وليس لدى عبد الملك الحوثي ما يقدمه غير الاستسلام الكامل لأنها تقتضي العودة الكاملة عن الإنقلاب والقبول في الواقع بقرارات تتضمن عقوبات نحو قيادة التيار الحوثي الصالحي وهذا طبعاً لمن يعرف طبيعة تركيب الحوثي الصالحي يعتبره شئب مستحيل نعم إذن أستاذ معني من خلال كلمك بأن هذه الصيغة لا يمكن لها أن تفضي إلى سلام بصيغتها التي قدمها ولد الشيخ إذن تكرموا بالبقاء معي ضيفي الكرام سنذهب الآن لفاصل قصير بعده نكمل هذه النقاش عودة من جديد وعودة هذه المرة إلى المملكة المتحدة مع سيد عبدالله الحكيمي المقرب من جماعة الحوثي سيد عبدالله إذن برأيك ترحيب الانقلابين هذه المرة بالعودة إلى المشاورات في الكويت وربما باكراً بعكس المرات السابقة كيف تقرأ هذا التجاوب والتعاطي مع المفاوضات والذهاب باكراً من قبل مليشيا الحوثي بعد أن كانت المرة السابقة ربما تأخرت كثيراً وعملت العديد من العراقيل حتى أنها تصل إلى هذه المشاورات المتفقة طبعاً في البداية أنا أتمنى في الحقيقة أن نحاول في هذا البرنامج تقريباً نحاول أن نغير في الخطاب وفي المقاربة للأزمة بحيث يكون خطابنا تصالحي أكثر من أنه شيطنة الآخر وبالتالي فلابد أن يكون عندنا أين تقرأ الشيطنة فيها سيد عبدالله؟ ماذا تقصد بالشيطنة؟ إيطنة الآخر؟ أي آخر؟ يعني أنا أقصد أن هناك وفدين يتحاوران نعم ولابد أن نحن نعمل على تقريب بقات النظر فيما بينهما للوصول إلى حل لأنه إذا تخندق كل من الطرفين وفي خندقه فلن تحل المشكلة نحن نسمي الأسماء بمسمية أستاذ عبدالله إنقلابيون والعالم كله يقول بأنهم انقلبوا على الشرعية وهم فعلاً انقلبوا على الشرعية وأسقطوا الدولة هذا المصطلح ليس يعني مننا وإنما هو يعني مسمى يعني كما هو نعم تفضل أكبر لو كان أنصار الله قاموا بانقلاب كانت الوضع أفضل لكن هما في الحقيقة وماذا تسمي ما قاموا به أستاذ عبدالله؟ ماذا تسمي ما قاموا به؟ أسقطوا الدولة قادوا حرب على اليمنيين؟ تفضل نعم إذا كده ما ينفعش الحوار يعني خلينا أكمل فكرة رجاءة وأنت سأنسحب نعم لا لا تفضل خلاص تفضل يعني نحن أنت تقول إنهم انقلابيون أنا أقول ليس انقلابيون الانقلابي الحقيقي هو عبدالرب منصور هادي الذي أراد أن يسرع هذه القوة بتلك وأراد أن يزق الكل في صراع بيني لكي تصف له الأمور لأنه هذا فعله في دمان هذا فعله في عمران هذا فعله في صنعاء في دخول أنصار الله إلى صنعاء وارجعوا إلى ما قال الشيخ حميد الأحمر تتبين أي شيء الذي قرى في حقيقة الأمر نحن الآن أمام حوار سياسي ليس هناك أما إذا أردنا استسلاما فإنه الاستسلام تأتي بوثيقة استسلام يوقع عليها الطرف الآخر لكن لا يتحاور فنحن حتى المرقعية التي وضعت لهذه المفاوضات تتناقض مع بعضها البعض لو أخذت مثلا المبادرة الخليجية وآلية التنفيذة على سبيل المثال تعطي حصانات للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق وتعطي ضمانات له أيضا فيأتي قرار مجلس الأمن 22.16 يفرض عقوبة على علي عبد الله صالح وعلى العميد أحمد علي هذا التناقض مع المبادرة الخليجية في حقيقة الأمن فهي تتضارب فيما بينها بين والمجتمع الدولي يتهيأ لي إنه يريد أن يخرج من هذه الدوامة برؤية جديدة بمقاربة جديدة والنص على حكومة وحدة وطنية يدل على أنه يعني لابد من مشاركة الطرفين المتحاورين في حكومة وحدة وطنية تعم توصل إلى حل سياسي كما أشار السيد إسماعيل ورد الشيخ لحل سياسي يضع اليمن على عربة الحل السياسي السلمي نعم طيب أستاذ عبد الله إذن أنقل وجهة نظرك إلى الأستاذ معن دماج من تونس أستاذ معن إذن كما ذكر الأستاذ عبد الله الحكيم يقول بأنه ليس إنقلاب وأيضا هناك الكثير يتحدث بأن الفكرة الإنقلاب استغلوها الإنقلابيين والتلاعب بهذه المصطلحات خدمتهم كثيرا وهو ما جعل المجتمع الدولي كما يقول السيد عبد الله الآن يعني المجتمع الدولي يبحث عن صيغة أخرى يعني تنزف القرارة أمام 22-16 هو في تقديري الشخصي نعم بل يتحدث بأن عبد الرب منصر هادي هو من أنقلب وهو الرئيس الشرعي للبلاد تفضل أستاذ هو في تقديري الشخصي أنه الإنقلاب وهو ما حدث منذ 19 سبتمبر 21 سبتمبر 2014 كان أداة أساسية لثورة مضادة يعني هو من حيث الشكل الإنقلاب لكن الأمر الأساسي أننا أزاء تنظيم واسع لثورة مضادة اعتمدت جهاز السلطة جهاز القمع الجيش والأمن والمخابرات والجهاز الإداري الذي ظل على حاله مدينا بالولاء وخاضع بشكل شبه كامل لعلي عبد الله صالح علي عبد الله صالح استطاع من خلال هيمنة على هذا الجهاز ومن خلال ترتيب تحالف مع قوة كانت في لحظة من اللحظات جزء من الحراكة الثوري في اليمن منذ 2011 الذي هم الحوثي على أساس أيدولوجيتها الاجتماعية وعلى أساس خلفيتها المذهبية والطائفية التي تتشارك فيها مع علي عبد الله صالح ومن خلال تطور المؤسف لإجهاض الحراكة الثوري في اليمن وظهور المشكل الجهوي والطائفي والمناطق بشكل أكثر وفشل قوة الثورة في بلورة مشروع خطاب سياسي يقدم نفسه كحل قائم على المصالح الاجتماعية والطبقية لعمومة اليمنية استطاع علي عبد الله صالح في الواقع من خلال كل ذلك تنظيم ثورة مضادة استطاع أن يختفي خلف الحوثيين وأن يبدو في الخلف ولكن كل الأحداث وكل يوم تثبت أن الجهاز الإداري العميق أن جهاز القمع جهاز الجيش والشرطة والمخابرات والتي بنها علي عبد الله صالح بطابع شخصي هي الأساس في كل ما نشاهد إذا كان الحوثيين يمتلكون عمقا شعبيا واجتماعيا في بعض محافظات البلاد فإننا لا نستطيع لا أن نصدق ولا أن نتخيل إلا إن كنا نؤمن بالخرافات والأساطير وللأسف نحن محرومين من ذلك أن الحوثيين يتمتعون بأي عمق شعبي أو مذهبي أو اجتماعي أو سياسي في منطقة مثل الشبوة أو تعز نعم إذن كل ما حل في اليمن هو يقف وراءه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين عبارة عن حصان طروادة هكذا تريد أن تقول لا أنا أقصد أن الحدث هو نتيجة تداعيات هبوط الثورة اليمنية وفشال القوى الثورية في بلورة مشروع سياسي يستطيع أن ينظم خلفه كل اليمنيين أو أغلبيةهم الشعبية ويعني بروز قيادات إصلاحية هي قيادة اللقاء المشترك في الواقع التي قادت المسار الثوري نحو محاولة للصلح ونحو تسوية واهتمت بمشاركتها في الجهاز الإداري هذا واقع الحال مستوى وعي ومستوى إدراك للعمل السياسي وفشل القوى الشعبية والشباب في إنتاج قيادات سياسية جدية وفي بلورة تنظيمات سياسية على أساس الواقع الجديد واقع ثورة 11 فبراير التي خرجت لتغير النظام هذا النظام الذي وصل إلى درجة الإفلاس الكامل والذي دمر العلاقات الاجتماعية في البلد والذي حول الاقتصاد إلى مجرد غنيمة تتقاسمها أطراف مفيوزية مختلفة هذه الانتفاضة الشعبية مشكلتها أنها أتت وهي في سياق ثورة العربية المجيدة التي نشهدها والتي ستتواصل إلى أن تسقط إن شاء الله الاستبداد والديكتاتورية وحدود الاستعمارية التي فرضتها سيكس بيكو هذه الثورات أتت بعد مرحلة طويلة من الانحطاط السياسي والاجتماعي والثقافي ولذا لم تكن لديها الأدوات التنظيمية والسياسية أو حتى الفكرية لإنتاج البديل وهو ما يتشكل وسيتشكل بالنضال وبمواصلة النضال من أجل أهداف الثورة نعم أستاذ معاً أعود إلى السيد عبدالله الحكيم السيد عبدالله إذن إذا كنت أنت لا تعتبر بأنها ليس إنقلاباً ما هي الصيغة التي تراها مناسبة لإنتاج حل عادل في اليمن؟ الصيغة المناسبة يجب أن تبنى على القناعة بعدم إقصاء أي طرف وأي مكون سياسي اجتماعي يمني لأنه نحن في الحقيقة فقط أعلق على ما قاله الأستاذ معاً إن إذا كان علي عبدالله صالح لا يزال مهيباً على الحكم يعني بعد أربع سنوات هذا يدل على أن الرئيس علي عبدالربو منصور هادي الرئيس السابق عبدالربو منصور هادي فشل في أن يحدث التغيير المطلوب كما بحسب توليته للمنصد الانتقالي وبالتالي أنا عبدالربو وليس لي عبدالربو هل هذا الفشل إذا أعتبرت أنت فشل مثلاً فشل عبدالربو منصور هادي في إدارة البلد هل يعني ذلك أن يتحالف الحوثيين مع الرئيس المخلوع الذي خرج الجميع بثورة 2011 وأنت كنت من الرموز الذين كانوا باركوا لهذه الثورة وكنت تتصدر كل القنوات وتتحدث وتدعم الثورة 2011 طيب خلينا تكلمنا في داعه نعم تفضل نعم نشوف أنصار الله تحاله مع العبدالله صالح في ظروف مواقهة عدوان خارجي عسكري لكن في المبادرة الخليجية تقاسموا السلطة اللقاء المشترك وعلي عبدالله صالح وعطوه شرعية بعكس ما كانت تنادي فيها الثورة وعطوه ضمانات وحصانات وشاركوه في الحكم لكن التحالف الحوثي كان قبل إسقاط صنعاء وقبل إسقاط الدولة كما تعلم كان التحالف من دماء ثم معمران وهذا اللي أوصلهم ويأتدخل عدوان السعودي كما تعتبر عدوان أنصار الله كانوا متحالفين مع الرئيس عبدالرب منصور هادي وهو الذي أمر الوحدات العسكرية بأن تقف على الحياد في اكتساحه من المعسكر اللواء 310 وهو الذي وقف معهم أيضا في حداف دماء وهو الذي أكبر أصحاب دماء أن ينتقلوا للفيوش في لحق لأنه المقطط كان قادم سياتي وهو الذي سكت على دخول اللقانة الشعبية أنصار الله إلى صنعاء وهو الذي أراد أن يضرب القشيبي الله يرحمه وهو الذي أراد أن يضرب على الوحدة إذن بعد هذا كله أستاذ عبدالله نعم أستاذ عبدالله بعدما ذكرت هذا المحطات كلها حتى وصلوا إلى صنعاء ربما جاءت صيغة اتفاق السلم والشراكة وقال عبدالربو منصر هادي من بارك هذا كما قل واتفق الجميع على اتفاق السلم والشراكة لماذا انقلب الحوثيين على اتفاق السلم والشراكة وقاموا بمحاصرة الرئيس في بيته وتمطرده ثم لحقوا فيه إلى عدن ستة حروب وفرضت عليهم الحصار وأسد السنة حسين الأحمر وقلبوا لهم من كل المحافظات وحاصروهم داخل صعدة وقالوا أنهم فرس مقوس وقالوا أنهم كفار وقلبوا عنهم من كل المحافظات هذه عملية اللقصة ليست تحملوا المسؤولية التي أنصار الله أنصار الله دافعوا عن أنفسهم ولم يعملوا حتى السلطات الانقلاب التي تقول عليها انقلاب لم ينشئوا سلطات الانقلاب أستاذ عبدالله نعم نكون واقعيين نكون واقعي أستاذ عبدالله دافعوا عن أنفسهم من من هم من انقلبوا وهم من قادوا حرب على اليمن إلى كل مكان وصلوا إلى عدن وصلوا إلى تعز وصلوا إلى كل المحافظات اليمنية الحوثيين قوة موجودة في الواقع نحن لا نحلل هل لهم حمق سحبي أو لا؟ هذه الانتخابات التي تقررها لكن الحوثيين هم سلطة الأمر الواقع وهم الذين واقعوا العدوان وتحالوهم علي عبد الله صالح لمواقهة عدوان خارجي عن اليمن والرئيس المخلوع ليس له أي دور حاليا إذن الرئيس المخلوع بات يعني ورقة انتهت بالنسبة لما هو حصل في اليمن وأصر لهم من يتحكموا بذلك مناطل ضد العدوان الخارجي العسكري الأجنبي علي عبد الله صالح إنسان وطني وقف ضد العدوان في حين للآخرين أي وطنية هو من تسبب هو من تسبب بذلك إذن نعم هو من تسبب بذلك الحوثيين وعلي عبد الله صالح الهاتف وطنية بمنظوركم أسمع إذن أسمع إذن وجهة نظر الأستاذ معن دم ما يستاذ معن إذن كما يقول بأن علي عبد الله صالح وطني هذا يعني من كانوا يتكلمون عنه بالأمس في 2011 بأنه يعني كان أساس الفساد والظلم وقادنا ثورة وشاركوا مع ثوار 2011 اليوم علي عبد الله صالح أصبح وطني بالنسبة لهم تفضل السيد ما والله هو استخدام الأيدولوجية الوطنية في مرحلة سقوط الدولة الوطنية ومن قبل قوى تنتمي إلى تشكيلات القبل وطنية وقوى غير وطنية وقوى معادية للوطنية لأنها تمنع قيام الأساس الموضوعي لقيام الوطنية وهو دولة المواطنة والوطنية والمساواة أمام القانون وتريد أن تفرض دولة قائمة على تعدد في مستويات المواطنة وعلى تراتبية اجتماعية تنتمي إلى العصور الوسطى وعلى جهاز دولة كان أحد أسباب فشل الدولة الوطنية في البلد جهاز دولة أو تنظيمات عسكرية وأمنية وإدارية لا تقوم على المساواة وبالتالي شاهدنا في كل البلدان العربية التي رفعت شعارات وطنية وقومية كيف تشكلت مستويات مختلفة من المواطنة وكيف ذبل الحس المعادي للاستعمار لقد رأينا في بلداننا العربية من يخرج مرحبا للقوى الاستعمارية القوى الجلبها الاستعمار الأمريكي للعراق وهي القوى التي اليوم تحكم وهي امتداد للقوى الطائفية في إيران وصلت بالدبابة الأمريكية إلى بغداد وكانت مرحبة وهي ليست مسؤولة وحدها في الواقع النظام الغير وطني والنظام الذي فشل في بناء الشروط الوطنية في الثقافة وفي السياسة وفي الإدارة هو الذي مكن لهذه القوى والذي بإضافة طبعا إلى موروث تاريخي واجتماعي يجد أصله أيضا في الهيمنة الاستعمارية في المنطقة وفي التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي جعل للعشائرية والجهوية واقع موضوعي في بلداننا وبالتالي هذه المحاولة في الواقع لاستخدام أيديولوجيا الوطنية اليمنية في محاولة تكريس قوى غير وطنية وقوى غير وطنية وقوى قبل وطنية وقوى تعتمد على الجهة وعلى المذهب وعلى السلالة وهي تقول بشكل صريح أن الحكم من اختصاص فئة واحدة من اليمنيين وأن اليمنيين الذين يطالبون بالمشاركة في السلطة والثروة والمساواة ليس عليهم بلا أن يستسلموا وإلا تكون هناك الحرب وإلا يتم إخبائهم بقوة السلاح هذا هو الأسس الموضوعي في الواقع لتحالف علي عبدالله صالح الحوثي إذن كيف تنظر لهذه الأقلية والطائفية التي الآن المجتمع الدولي يحاول من خلال خارطة طريق جديدة أن يشرع لهم الانقلاب وأن يصبحوا يتفاوضون معهم بأنهم جهة أو متخاصمين وليسوا انقلابيين وأن الحق هو للشرعية موقف الحكومة الآن منها ربما أعلنوا أنهم لن يذهبوا لهذه المفضلات حتى تأتي ضمانات كيف تقرأ موقف الحكومة الشرعية من ذلك؟ أولا مفهوم الأقلية الذي يروج في المصطلحات الغربية هو محاولة رؤية المجتمعات العربية باعتبارها مجتمعات تنقسم إلى فئات وطوائف وشعوب وليست إلى شعب ينقسم إلى طبقات اجتماعية والصراع الاجتماعي هو الأساس مهما بدت وطغت العناوين العشائرية والطائفية كما يحدث هذا المصطلح ليس له علاقة بالسياسة الحديثة لأن مفهوم الأغلبية والأقلية له علاقة بالأغلبية والأقلية السياسية التي تتغير من وقت الآخر ومن نظام الآخر ومن انتخابات الآخرى نعم المشكلة في النظام في اليمن هو محاولة استعادة سلطة شروطها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد انتهت وهذا الذي يفسر الضراوة والعنف والدموية علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوتي يدافعون عن استمرار هيمنة فقدت شروطها الموضوعية في البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية لليمن ليس هناك سوى الحديد والنار لمحاولة فرض مستويات غير متساوية من المواطنة وإعادة تشكيل اليمن باعتباره بنية راتبية تمتع ناس محدودين ومعينين بالسلطة وناس معينين بالمواطنة بينما يعود أغلبية الشعب إلى رعية لا يملك لها إلا أن تقبل ما يعرض عليها وإلا فالحرب هذا هو جزء من آليات الثقافية التي تنتج هذا التحالف المتخلف بالنسبة للموقف الحكومة اليمنية من المفاوضات من الواضح بالنسبة لي أن أكان من البداية أن مرجعيات الحوار وطبعا نتيجة القرارات الدولية والأمر الذي انبنى عليها لم تكن تملك إمكانية التسوية في الواقع القرار الدولي لا يجعل أمام علي عبد الله صالح والحوثيين سوى الاستسلام والعودة عن كل ما أنجزوه في الواقع بالحديد والنار وقدموه لأجله آلاف القتلى والضحايا من كل اليمنيين كيف يمكن أن نتصور أن قرارا دوليا يدين علي عبد الله صالح ويدين عبد الملك الحوثي ويجرمهما ويجرم أبناءهم وإخوتهم ويعتبرهم مطلوبين للمجتمع الدولي باعتبارهم مجرمين وباعتبارهم منتجين للحرب الأهلية في اليمن كيف يمكن أن يكون أساس تسوية؟ نعم إذن استدماع نتوقف عن هذه النقطة ومن هنا في الواقع الأمم المتحدة تحاول أن تعود عن مضمون هذا القرار نتوقف عند هذه النقطة بإعطاء الشيء بذات لعلي عبد الله صالح نعم نتوقف عند هذه النقطة نذهب الآن وأيضا الأستاذ عبد الله الحكيمي نذهب الآن لمتابعة هذا الكلب الذي يستعرض تفاصيل الخارطة الأممية والمواقف أيضا الأخيرة للأطراف من هذه الخارطة ومن استئناف المشاورات نتابعها ومن ثم نكمل الحديث على صعيد آخر تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخارطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموارية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل نحن أمس كنا طول اليوم في صراعات مع الأموم المتحدة ومع مجلس الأمن يريدون يخرجون من مشروع إسماعيل ولد الشيف أنها تكون حكومة اتلافية بيننا وين القويتين والنافس المصدر بيان أنها لن نذهب الكويت إذا صدى هذا البيان لن نذهب الكويت فالعب هذه المنطقة لا يبدو الحلول إذا كانوا ينظروا هذه الحلول ما دعوا الحدوان على برد ما سرحون بسخد دماء اليونانيين هؤلاء ليلة محل ونحن نعرف أنه ليلة محل ولكننا نحن نوسى نسعاد وكل ما وكنا نقول هو لم يطرح لكن هو يقول سيناقش بعض الأفكار حياكم الله من جديد مشاهد الكرام إذن تابعنا هذه المقاطع للرئيس عبد الربو منصر هادي وأيضا لبعض الشخصيات في طرفي الأزمة عود إلى الأستاذ عبد الله الحكيمي في أستاذ عبد الله إذن أنت من وجهة نظرك الآن كيف تقرأ يعني الترحيب الكبير وربما السرعة وقبول ميليشيا الحوثي ووفد الإنقلاب بالمشاورات في الكويت هناك من يتحدث بأن ربما أعطوا تطمينات من قبل المجتمع الدولي وهو ما جعلهم يسارعوا ويعلنوا ويصرحوا بأنهم يعني مستعدين لاستئناف المشاورات ووصلوا اليوم إلى الكويت قبل وفد الحكومة الشرعية أرجو أستاذ بشير أن تعطيني وقت مساوي تفضل نعم نعم تفضل أستاذ عبد الله من حقك تفضل أن الذي ضرب ثورة الثورة العظيمة في 11 ثبراير 2011 هو اللقاء المشترك الذي طعنها في الظهر وراح يساوم على الثورة وعلى تضحيات الشعب وراح يعبد صفقة مع علي عبد الله صالح واحد اثنين أن ما يقال على أنصار الله أنهم طائفيين ومذهبيين إلى آخره يكذبه مداخلاتهم وإسهاماتهم في مؤتمر الحوار الوطني وهذا كانت رؤاهم متقدمة على بقية القوى رغم الدعاءها الثورية والتقدمية إلى آخره بالنسبة لوفد المرتزقة يعني أعتقد بأنه هو فقط يتمنى لأنه يريد أن يفشل المحابسات في الكويت فيختلق الأعذار والمبررات لكي يطيل أمد لهذا يطيل مبرر للعدوان الخارجي عن اليمن ليدمر ما بقى من البلد في اعتقادي أن هذا يحسب الوفد الوطني القادم من صنعه أنه حريص على السلام وحريص على أن يغنب البلد نعم أستاذ عبد الله حريص على السلام جميل ما ذكرته حريص على السلام إذن سبعين يوم من المفاوضات وقبلها يعني ما حدث في جينيف وفي بيال السويسرية يعني يبدون ترحيبهم بأنه سيتم تنفيذ النقاط المتفق عليها ولكن عندما يصلون إلى مفاوضات حقيقية لا يوقعون حتى على محظر هذه النقاط وسبعين يوم في الكويت كانت شاهد على ذلك المفاوضات في كل العالم تستمر طبعا مفاوضات سياسية بين طرفين متقاتلين وفي قوى خارجية تدعم هذا الطرف أو لا تستغرق وقت طويل بالتأكيد وأنظر إلى المحادثات التي تمت في ليبيا وغيره وفي سوريا لا تزال حتى الآن ليس الأمر متعلق بالوقت ولكن دعي أنه شرعية وعلى الآخر أن يأتي ليسلم له نفسه بالكامل هذا كلام غير منطقي ولكن الجماعة الوفد الوطني اللي قادم من صنعها يطرح بأنه لا بد من سلطة توافقية وطنية تستلم إدارة البلد لباذا يوافق إذن على القرار الأممي ويعلن عبر وسائل الإعلام بأنه ملتزم بالمرجعيات والقرار الأممية قرار قرار 22-16 يدعو إلى حوار سياسي نعم جميل القرار 22-16 ينص على الانسحاب من المدن تسليم الأسلحة يعني نهى مظاهر الإنقلاب طبعا تفسير القرارات تطلب باستشارات قانونية لأنه لمن التسليم ومن القوى التي ستستسلم أو ستسلم لأنه نحن في فراغ سياسي نحن أضم تسلم للحكومة الشرعية المتواجدة والمسيطرة على 70% صدر عبدالله اسمح لي نعم صدر عبدالله اسمح لي صدر عبدالله صدر عبدالله سلطة الدعي أنها شرعية رغم أنها انتفت منها صفة الشرعية وسلطة الأمر الواقع في صنعها السلطة الشرعية صدر عبدالله السلطة الشرعية تسيطر على 70% من الأراضي اليمنية السلطة الشرعية الآن لديها جيش وطني من كل أطياف المجتمع اليمني وليس من فئو معينة أغلق الإسكامر طيب تفضل لسنا لا سلطة في صنعها أمر واقع ولا سلطة الدعي شرعية وهي في أحضان العدوان الخارج نحن في سلطة تعالوا تعالوا كوطنيين تعالوا نتفهم للإنشاء سلطة وطنية انتقالية يعني شريفة لكن أما أنه تتلطوا في العدوان وتستقوى على البلدكم وعلى شعبكم بالقوات الأقنبية الأمبريانية والرقعية هذا طيب أستاذ عبدالله جميل أستاذ عبدالله نعم أستاذ عبدالله أريو أن تهدى قليلا ونحن نواطيك الواقع وتتتكلم بكل ما تريد من تقوم هو الذي يؤدي البلد إلى ستين داهية من أدى البلد إلى ستين داهية من أودى بالبلد إلى ستين داهية أستاذ عبدالله اسمح لي أتكلم وعطيك الميال الحديث وأنتم الذين تآمرتم على الثورة وأنتم الذين أكلتم على الثورة وهذا كله هذا التاريخ سيخشد إذن هل لديك تفاصيل أستاذ عبدالله عن رؤية يعني يقتنع فيها اليمنين جميع تضمن لليمنيين دولة مدنية لا ينقلب عليها كما حدث سابقا ووفق خارطة يتفق عليها الجميع تفضل نحن نقول بأنه دعونا نغادر مواقعنا دعونا نتخاطب بخطاب قديد خطاب تصالحي لكنكم أنتم بألفاظكم وتصنيفاتكم هذه انقلابي طائفي مذهبي من الطائفي؟ من اللي يقتل الناس هذون الإرهابيين اللي يقتلوا الناس في شهرها؟ يا أخي تعالوا بذور في تعز كيف يذبحوا الناس ويسحلوهم ويقطعوا أوصالهم هل هذول حوثيين؟ الحوثيين الذي يقصف ووصل إلى تعز ويقصفها يوميا بالسواريخ وقتل آخر مرة في أيام العيد والأطفال يتجهزون للعيد قتل 11 طف في مأرض ماذا تسمي هذا السيد عبد الله؟ إنه لا تستيوقاف نظري للحال نعم أنا وقت نظري برغم نعم يا أخي نعم أصداد أبد الله حتى نعود إلى مضمون الحلقة إذا سمحت لي حتى نعود إلى مضمون الحلقة أصداد أبد الله حتى نعود إلى موضوع الحلقة هل لديك تفاصيل حول بنودة الخارطة؟ هل لديك تفاصيل حول بنود الخارطة حتى نعود إلى الحديث هل لديك تفاصيل عن الخارطة المقدمة الآن صدق عبد الله صدق عبد الله صدق عبد الله تسمعني الآن نعم صدق عبد الله تسمعني الآن هل لديك تفاصيل حول الخارطة الآن اللي وافق عليها وفد الإنقلابيين وجاء بها ولد الشيخ ربما تضمن دولة مدنية وتعيد الشرعية إلى اليمن وتقبل بكل اليمنيين تحدد تفضل شرعية تتحدث عنها شرعية تات في فبراير 2014 يا سيدي ما في الشرعية شرعية ذا عندكم لكن شرعية العجوانية شرعية الرئيس المنتخب من 25 مليون يمني يا أستاذ عبدالله الشرعية للرئيس اليمني عبدالربو منصور هاني هو الشرعية الوحيدة نعم طيب أستاذ عبدالله إذن اسمح لي بس أعودي إلى الأستاذ معن دماج أستاذ معن عدنا لك من وجهة نظرك هذه الخرطة التي الآن يقدمها والد الشيخ هل تحمل يعني ربما نقاط أو مضامين فعلا ستكون حقيقية تحفظ لليمن بقاء وأمن واستقرار وتعادى الشرعية وينتهي كل مظاهر الانقلاب أم هو التفاف على القرار الأممي من أي لأن تشرع للانقلابيين ويكون لديهم يعني أحقية بأن يعني بدل الفترة الماضية عندما الآن يصنفوا بأنهم انقلابيون يبحثون عن صيغة معينة من المجتمع الدولي لتشرع ما يقومون به تفضل له في الواقع الأمم المتحدة لا تعبر عن مصالح خاصة هي المسألة في موقف القوى الكبرى نعم القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية تدفع نحو تسوية وهي تريد أن تأخذ هذه التسوية مجالا إقليميا بحيث أن تأخذ التسوية في المنطقة في سلة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع لا تريد نظاما يعني تهيمن عليه قوى إقليمية واحدة ويواء إن كانت بخصوص الملف اليمني تعطي القوى الموالية للرياض النصيب الأكبر لكنها تريد وتصر على إعطاء نصيب للقوى الموالية للطرف الإيراني في المنطقة لأن التسوية في المنطقة في الواقع سوف تأتي على حساب هذا الطرف نعم أمريكا تتفاهم مع روسيا بخصوص سوريا وسوف يكون النفوذ الأبرز بإرادة أمريكية أيضا هو للروسيا سوف يتم تنقيص حجم سلطة إيران في العراق وبالتالي تعتقد أن تعويض ما للإيرانيين في اليمن سيكون مناسب نعم طيب هذه المسألة مع مسألة مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكا تريد وتتصور أن هناك قوى بطبيعتها المذهبية والطائفية والجهوية يمكن أن تكون شريك في هذه المعركة نعم والطرف في الواقع الحوثي والصالحي يقدم نفسه بعيد عن اللغة والموت الأمريكي والموت الإسرائيل نعم يتموقع في الصراع الدولي والإقليمي ضمن أنه يمستعد لتقديم خدمات في مشروع مكافحة الإرهاب نعم استاذ معني إذا ربطنا هذه التغييرات الآن في المجتمع الدولي والمواقف التي تريد أن تصل اليمنين إلى صيغة معينة تحفظ للإنقلابين تواجدهم جاء الرد ربما الكثير يقول بأنه جاء الرد على لسان الرئيس عبد الربو منصور هادي عندما ذهب ونائبه إلى محافظة مأرب وقال لن نخضع لهذه الضغوطات كيف تقرأ دلالات هكذا تصريح من الرئيس ومن مأرب من الواضح أن ميزان القوى قد تبدل وهو في طريقه للتبدل نعم منذ عام إذا كنا نتذكر حزيران أو حتى أغسطس العام الماضي لم ينجز الطرف الحوثي الصالح أي إنجاز عسكري على الأرض الواقع نعم قبل سنة كانوا يزالون في عدن الآن القتال هو في نهم على بعد سبعين أو ثمانين كيلو متر من العاصمة 35 كيلو متر العالة العسكرية التي حصنها علي عبدالله صالح والتي وخزنها طوال 30-40 سنة تتآكل باقي الاعتماد على مستوى معين من الأسلحة والمخازن وعلى قوى أيدولوجية منظمة وعلى بعض القوى القبلية التي تم تنظيمها تحت هاجز المشكلة التاريخي لتركز السلطة في اليمن نعم في منطقة الشمالية والخطاب المتخلف للأسف الشديد على أطراف محسوبة على المقاومة ومحسوبة على الثورة أخذت موقفا معاديا لأهلنا ومجتمعنا في المناطق الشمالية والقبلية نعم وصورت المجتمع القبلي باعتباره هو المشكلة وهذا ما مكن وساعد علي عبدالله صالح والحوثيين في تجديد دلالة تصريح الرئيس استدبعا حتى نعود إلى نقطة نعم حتى نعود إلى جوهر تصريحة هذه ودلالاتها على تغير ميزان القوى موقف الدولة أصبح أقوى وأصلب وأصبحت لا تشعر بضغط الوقت وهي لولا ضغوط دولية قوية عليها وعلى دول التحالف كانت من الممكن أن تتقدم أكثر ميدانيا وبالتالي ليس هناك في الواقع باستثناء الضغوط الدولية والإقليمية ما يجبر عبدالربه هادي منصور وحكومته على تقديم تنازلات أكثر من التي يعلنها بالعكس هما كل يوم يشعرون أنهم يمكن أن يذهبون أبعد وبالتالي أنا صور أن عمل الوقت يشكل ضغط على الطرف الآخر الآن أكثر من أي وقت نعم طيب استاذ معنا عود إذن إلى استاذ عبدالله الحكيم استاذ عبدالله عدنا لك من جديد إذن الآن هذه التفاهمات أو خارط الطريق كيف يمكن لليمنيين أن يأمنوا على تسوية سياسية أو حكومة وفاق وطني كما تقول الآن قبل تسليم السلاح سلاح الدولة لا زال بيد الإنقلابيين اقتصاد البلد لا زال بيد الإنقلابيين مسيطرين على كل مؤسسة الدولة المركزية في صنعاء إذن كيف يمكن لنا أن نأمنهم ونتفق معهم وندخل في حكومة وقد رأينا منهم كل المصائب على اليمنيين منذ دماء حتى وصلوا إلى عدن تفضل يعني الدولة في الحقيقة انتهت عندما تعمد عد ربو بنصور تقديم استقالته بجن مبرر وأصر عليها وعندما قدمت حكومة بحاح استقالتها وأصرت على عدم تصريف الأعمال هنا حصل فراغ في السلطة ومنذ ذلك الحين ليس هناك سلطة إلا سلطة عمر واقع في صنعها وسلطة المتعاونين مع العدوان في الخارج فإذن نحن نقول بأن الحل الوحيد هو أن يتوافق المكونات السياسية الليمانية وفق المرقعيات الدولية التي اعتمدت للمفاوضات بأن يكون هناك اتفاق سياسي على سلطة انتقالية وطنية قديدة مجلس رئاسة أو رئيس أو حكومة وحدة وطنية إلى آخره لكي تتولى تنفيذ كل ما يراد تنفيذه من خلال المرقعيات التي اعتمدت للحوار ولهذا بدون هذا الحال بدون سلطة توافقية وطنية تشاركية بين جميع الأطراف والمكونات السياسية دون إقصاء أو دون تخوين أو تكفير نعم سلطة أبد الله منطقك جميل ما طرحت لكن كيف يمكن هذا التوافق الذي تتحدث عنه وكما تعلم الميليشيا الحوثي في الماضي كانت لا تملك إلا بعض الأسلحة وهي في جبال مران الآن بعدما سلطت على كل مقدرات الدولة وبعدما حتى هناك إحلال وظيفي في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في كل مكان كيف يمكن أن تنتهي صيغة توافقية وحكومة توافقية تحفظ للجميع كما ذكرت لابد أن يكونك توافق سياسي السياسيين لم يعد هناك أي صوت في الداخل إلا ما يسبح ويهلل بحمد الانقلابيين فقط تم ملاحقة كل السياسيين وأصبحوا خارج الوطن تفضل الأسلحة التي بيد القضاء والجماعات المرتزقة الموالية للعدوان الخارجية على اليمن أكثر مما هو موجود عند الميليشية الأخرى التي تشير لها بالانقلابية وبالتالي نحن هنا أمام غابة من الجماعات المسلحة والإرهابية والإمليشيات نحتاج إلى حل هذا الحل لا يمكن أن تأتي به أوامر من عبد الربو في الفندق ولا يمكن أن تأتي إلا بسلطة توافقية وطنية تشاركية تمثل جميع الأطراف بحيث أنه تصير إليها كل الأمور نزع السلاح، تسلب المؤسسات، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، القانون الانتخابات، أيضا مسألة مسودة الدستور لابد أن تأتي من مسودة الدستور لأتحول من مسودة إلى مشروع كلما ذكرت هذه النقاط كان اليمنيون على بعد خطوة واحدة بعد مؤتمر الحوار الوطني وكان يذهب الناس إلى الاستفتاء على الدستور وإنتاج حكومة وطنية وانتخابات رئاسية وكل ماذا لكن الانقلاب هو ما أفسد كل شيء لا العدوان أفشل، العدوان ليس الانقلاب، العدوان لأنه كان في موبمبك باقي فقط أنه إعلان أسماء السلطات الانتقالية التي توافق عليها وقال عدوان أفشل كل شيء سيد عبد الله، نعم، الإنقلاب حدث قبل ستة أشهر السيد عبد الله، سيد عبد الله، إلا سمحت لي الإنقلاب حدث قبل ستة أشهر من تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وأنت تعلم بذلك؟ لا أن الذي يأكل الخبز بعرق جبينه لا يحتاج إلى أحدا أن يمنى عليه أن الذي موجود في الميدان هو الذي يأكله ما تقومه نعم طيب نعم سيد عبدالله تكرم بالبقاء معنا عود أيضا إلى الأستاذ معان من تونس أستاذ معان إذن لو تحدثنا في محورنا الأخير الآن عن موقف الحكومة الشرعية والتحالف العربي الآن هل إذا ما أصر المجتمع الدولي على الذهاب إلى مشاورة الكويت بهذه الصيغة هل برأيك اتخذوا قرار الحسم العسكري ولديهم خيارات أخرى تفضل للأسف طبعا أنه ما نعرفه عن طبيعة تركيبة الحكومة الحالية أنها تعول كثيرا على مجتمع الدولي وفي الواقع التعويل على القوى الإقليمية والدولية وعدم الاعتماد على الشعب هو أمر تتشاركه كل القوى السياسية في البلد وبالتالي من الممكن بالفعل أن الضغوطات معينة سوف تعيد الحكومة إلى المفاوضات سواء كانت هذه الضغوطات مخلوطة ببعض الضمانات أو التطمينات أو مجرد ضغوطات المسألة الأساسية التي تشكل مشكلة مع طبيعة الدولة عبد ربه هادي منصور أن المشروع الاجتماعي والسياسي لهذه الدولة ليست واضحا والمشكلة أن في وفد المفاوضات لا تشكل المقاومة طرفا وليست ممثلة وهذه المقاومة وإن كانت تبذي بلاء حسلا على الواقع وإن كانت تطور أدواته وتطور تكتيكاته وتتسع تنظيميا في صفوف المواطنين لكنها أيضا من ناحية لم تستطع أن تطور برنامج سياسي ولم تستطع أن تطرح طرحا مستقلا عن دولة عبد الربو هادي منصور وبالتالي تشكل ضغطا مقابلا أزاء ضغط المجتمع الدولي لابد أن يعرف الجميع أن الشعب اليمني الذي خرج في فبراير لبناء دولة العدالة والمساوى والحرية والمواطن المتساوية لن يعود إلى ديار إلا وقد أنجز هذا المشروع هذه أفكار التسويات الفوقية ومشاهدة الأمور كأنها كلها صراع سياسي وكأنه ليس هناك شعب يمني وكأنه ليس هناك مجتمع وليس صراعة اجتماعية فقط مجموعة من الساسة الذي يملكون السلاح والمال والإعلام والعلاقات الخارجية ولابد من إعادة تقسيم الكعكة بينهم هذه المسألة شاء من شاء وأبا من أبا قد انتهت في فبراير 2013 لضيق الوقت عود إلى الأستاذ عبد الله سلام الحكيم يسأل عبد الله إذن في الدقائق الأخيرة في حال فشلت المفاوضات ما هي السيناريوهات المتوقعة لليمن؟ تفضل السيناريو المتوقع بأنه سيستمر العدوان عن اليمن قائم والقانب الجيش واللقان الشعبية معتبدين استراتيجية استنزاف طويل المدى لهذا العدوان وأيضا تقدم في الميدان يتحقق كل يوم يعني حتى بالنسبة للقنوب بالقنوب وانسحبوا تكتيكية من القنوب الحقيقة يستمر السنزاف العدوان؟ سيد عبد الله يستمر السنزاف العدوان مثلا في تعز؟ أم في أين تتحدث؟ تعز القبهة من القبهات التي عمل فيها المرتزقة يعني هذا كله اللي في شاء بارب واللي في تعز واللي في البيضة واللي في هذا هذا كله قبهات لسيناريو واحد سيناريو مرتزقة العدوان مصالحة مع السعودين والعدوان التي تحدث عنه وأيضا استنزاف لليمنين وقتلهم في تعز وبغية الجماعة لأن تكلفة العدوان في اليوم الواحد فقط للعدوان يكلفه الكثير نحن نتبع سياسة نفس طويل في استنزاف هذا المدوان نفس طويل لكن للأسف النفس الطويل هو لقتل اليمنين في مأرب وفي الضالع وفي شبوة وفي تعز وفي كل المحاوة وفي لاحجة أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبدالله سلام الحكيمي كنت معنا من المملكة المتحدة وأيضا سؤال أخير للأستاذ معا دماج من تونس أستاذ معا توقعك لسيناريو اليمن إذا فشلت المشاورات اليمن إلى أين هي في الواقع المفوضات لا تملك شروط النجاح التسوية ضمن المرجعية الحالية غير ممكنة المهم هو ما يحدث في الواقع نعم طبعا من البداية كان واضح أن السعودية لا تريد أن تراهن على الطرف محلي وهي تريد في الواقع أن تبني جيشا يدين بالولاء العبد الربو هادي منصور وكان من المعروف أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وهو ما حدث نعم استاذ معا لضيق الوقت هل ستفرض هذه الصيغة نعم استاذ معا في أقل من عشرين ثاني إذا تكرمت هل ستفرض هذه الصيغة وهذه الخارطة الذي جاء بها ولد الشيخ من المجتمع الدولي عليمن بالقوة لا أعتقد أن هناك أي إمكانية للتسوية لا في الكويت ولا في غير الكويت أشكرك جزيل الشكر أستاذ معا عندما كنت معنا من تونس الشكر أيضا للأستاذ عبدالله السلام الحكيمي السياسي والمقرب من جماعة الحوثي الشكر موصول لكم مشاهدي كرام على حسن المتابعة تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد الزميل أسامة عادل وأيضا الزميلة العزيزة سوان شاهر كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر الشكر لمخرج هذه الحلقة عصام عفوا عيسى إسماعيل حتى الملتقى بحلقة جديدة دمتم والوطن في الفخير السلام عليكم اشتركوا في القناة